اشتركوا في القناة من يوم الخميس وهو اليوم عشرين ثمانية ولغاية يوم السبت تسعة وعشرين ثمانية طبعا بالنسبة للقمر رح ينتقل من اكثر من برج خلال هذا الاسبوع يعني رح يبدأ هو من امس موجود في العذراء ورح يظل لغاية ظهر يوم الجمعة موجود بالعذراء من ظهر يوم الجمعة ولغاية ظهر يوم الاحد القمر بصير في الميزان من ظهر يوم الاحد لغاية عصر يوم الثلاثاء القمر بصير بالعقرب من عصر يوم الثلاثاء ولغاية مساء يوم الخميس القمر بكون متواجد في القوس من مساء يوم الخميس القمر بصير موجود بالجدي ولغاية ما بعد يوم السبت طبعا بخلال فترة الاسبوع في عنا ثلاث احداث طرورية ومهمة انكوا تسمعوها اول واحدة انه عنا عطارد رح ينتقل لبرج العذراء صباح يوم عشرين ثمانية وهذا من الاشياء اللي رح تحسن من مزاج واوضاع بعض الابراج الترابية والابراج المائية بشكل عام اما بالنسبة للشمس رح تنتقل للعذراء يوم اثنين وعشرين ثمانية مساء وهذا بيدل على انه بدأ العام من عند برج العذراء ابتداء من هذا التاريخ ولكن انه الامور بتصير بشكل متصاعد بالفائدة للابراج الترابية وللابراج المائية بوجه عام عشان هيكي بنستغل الفرصة ونقول لما وليد برج العذراء كل عام وانتم بألف خير اما بالنسبة للزاوية السلبية اللي رح تتشكل خلال هذا الاسبوع هي زاوية التربيع رح تكون بين المريخ وزحل رح تكون يوم اربع وعشرين ثمانية مساء وفي هاي الزاوية طبعا هاي من الزواية اللي انا ذكرتها في بداية العام هي في توقعات العام موجودة بتتزايد المواجهات والمشاحنات واعمال العنف اللي بتخلف مشاكل عديدة وبتشهد فضائح بتمس بالتقاليد والاعراف الاجتماعية يعني فيها عنف فيها مشاكل فيها فضائح الله يستر ايش اللي رح يصير بالفترة القادمة او بخلال هذا الاسبوع طبعا بالنسبة للزاوية هاي هي تأثيرها اللي موجود تقريبا بحدود الاسبوع يعني موجودة ومؤثرة ومشكلة من الاسبوع الماضي لها تأثيرات كانت الزاوية غير متصلة اللي هي التربيع لكن اوجها هو زي ما حكينا له يوم 24 ورح تستمر معنا مدة طويلة يعني رح تستمر مدة تقريبا شهر ورح يتراجع المريخ رح يرجع يشكل نفس الزاوية هاي يعني الاستمرار رح يستمر لغاية شهر 11 تقريبا خلينا نروح على التوقعات الاسبوعية ونشوف ايش التأثيرات العامة على كل برج بالتفصيل خلينا نحكي عن برج العذراء طبعا اول شيء رح نحكي عنه او نحكي لكم كل عام وانتوا بكل الخير وان شاء الله انه عام يعوض كل شيء راح او كل الصعوبات اللي راحت عليكم طبعا بما انه رح نحكي عن انتقال الشمس وعطارد عطارد اللي رح تعطيكو ايجابية بالاتصالات والمواصلات والفكر وتعزز بعض النقاط بقوة عندكو والشمس اللي رح تنتقل تدريجيا وتحسن من الوضع تاعكم بشكل متصاعد تدريجيا يعني كل ما ييجي عيد ميلاد شخص منكم يعتبر انه من لحظتها بدأ عامه مش انه في لحظة انتقال الشمس كل موليد برج العذراء مرة واحدة بدها تتحسن امورهم لا هو لما بنتقل كل ما بيجي عيد ميلادك وبصير القمر موجود في مكان مناسب للك يعني بيتك الاول ثالث الخامس التاسع واحدة من هذول لما ينوجد القمر فيهم بكون معناته بدت السنة تاعتك بشكل ممتاز وبلشت تشعر بالاشياء الايجابية وتحقق انجازات كان صعب انك يتحققها بالفترة الماضية اذا ما بتعرف شو يعني بيت في صندوق الوصف تحت في رابط بيش رح شو كل بيت وشو تأثيرات كل بيت عليك طبعا بما انه رح يكون الشمس وعطارد موجودين في البيت الاول بيت الشخصية فهذا الاشي رح يدعمك نفسيا يعطيك جراءة يعطيك سرعة بديهة قدرة على التحليل قدرة على الانجازات وبرضو رح يعوض كثير من المسائل اللي كانت صعبة بالفترة الماضية ويعطيك حلول ممكن انت تتفاجأ فيها او تنحل بعض الامور بطريقة مفاجئة جدا بالنسبة ليلك اما بالنسبة للزهرة اللي موجودة في بيتك 11 فهي رح تعزز مقاط لها علاقة بالاصدقاء والمعارف رح يظهر اشخاص او اصدقاء جدد او معارف جدد يساعدوك في مسائل معينة او يحلو لك مسائل معينة بشكل مفاجئ وممكن تجيك انفراجات عن طريق صديق او عن طريق معرفة فعشان هيك العامل الاجتماعي عندك لازم تستغله بشكل جيد وتختلط بالمجتمع وتطور علاقتك ما بينك وبين الاصدقاء بشكل كبير لانه الفائدة ممكن تيجي من خلال صديق اما بالنسبة للمريخ المريخ طبعا حاد بطبعه وهو موجود في البيت الثامن وهو سبب مشاكل الها علاقة بالاموال المشتركة اما عقود او شراكة او اموال الها علاقة ببنك ضريبة تأمين اموال الزوج اموال الزوجة تراكم قروض ديون اقصاط او التزامات او اعباء مالية بتدخل عليك بشكل مفاجئ وبرضو الها علاقة بصحة احد الاحبة او اشياء الها علاقة بتطورات وضع صحي معين لاحد الاشخاص اللي بعزوا عليك اما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا الجدي اللي هو موجود فيه عندنا زحل مشتري بلوتو والثلاث بيتراجعوا فهو سلبي وبرضو بشكل زاوية تربيع مع المريخ اللي موجود بالحمل فهذا الاشي بربكك بشكل كثير لدرجة انه بسوي مشاكل عاطفية وبسوي مشاكل ع مستوى الحضوض الفترة الماضية لاحظت انه انت كنت مجرد من الحضوض تماما يعني بتتعب بتتعب على الشغلة وبرضو سهل جدا انك انت تخسرها بسبب هاي الزاوية وهاي الزاوية لها علاقة بالوضع العاطفي فعشان هيك كثير من موليد برج العذراء صار مشاكل ما بينهم وبين احبائهم او خلافات او صدامات او جدالات او سوء تفاهم او انتهت علاقات عاطفية حتى بسبب هاي الزاوية والحدية والضغط العالي وبرضو دخلت بعض الخلافات اللي الها علاقة بالابناء وافراد العائلة او بمشاكل على مستوى هواية او مشاكل فكرية اما بالنسبة لنبتون طبعا موجود في البيت السابع والهو اللي بعزز نقاط لها علاقة بالشكوك والاوهام والغيرة والعنادة والعصبية اه وخصوصا اثناء تعاملكم مع مين مع الشركة مع الازواج وهو اه يعني بفتح كل الاشياء اللي احنا ذكرناها وبيعززها بشكل كبير لدرجة انه ما بهدأ مخك او ما بترتاح وبسبب لك نوع من انواع القلق وحتى بسوي توترات صحية على المستوى الجهاز العصبي على مستوى المعدة الصداع الام الكتاف شد العضل كلها هاي الها علاقة بنبتون اما بالنسبة للبيت التاسع فالاسبوع الماضي بلش يتراجع اورا نصف البيت التاسع فعشان هيك خلى فيه اشياء تظهر على الساحة الها علاقة بالخلافات مع اجانب او اشخاص خارج البلاد او مشاكل مفجائية معهم او اشياء مفاجئة بتظهر هيك بدون سابق انذر وبرضو سببت مشاكل او راح تسبب مشاكل الها علاقة بالدراسة الدراسة الجامعية الها علاقة بالتنقلات بالاتصالات الها علاقة بالاستراد والتصدير المشتريات خارجية الرياضة مشاكل على كل هاي الامور بتصير من اورانوس ما بتعرف اي باب من هذول اللي انا ذكرتم اللي ممكن يكون نصيبك من هاي الامور يعني الا اذا يعني رضا الله بالكامل يكون انه هو يحميك من هاي الامور فعشان هيك حاول انك انت تراجع الامور هاي وتحفظها عن غيب وتعرف انه ما تغامر وما تجازف بالفترة هاي انتبه على الطرقات المفتوحة بدك تنتبه باثناء دراستك وامتحاناتك وما تستهين وما تعتمد على الحضوض اما بالنسبة للتوقعات الاسبوعية فمن صباح يوم امس الاربعاء القمر في العذراء حتى ساعات ظهر يوم الجمعة عشان هيك بالفترة هاي يمكن بلشته تشعر بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الامور بتكون مميز بادائك الفترة هاي واعدة بخبر او تسوية وانطلاقة لمرحلة جديدة بتطرح افكار جديدة وبتجتهد على انجاح مشروع جديد الفترة هاي حماسية زيادة ووضوح في الافكار بتكون عندك اكثر من ساعات ظهر يوم الجمعة القمر بصير في الميزان حتى ساعات ظهر يوم الاحد ففي فرصة لمكسب مالي بيكون على الاغلب من عمل اضافي منكم ممكن يحصل على هدية او جائزة اهم اش انك ما تتهرب من تقديم المساعدة لقريب او حبيب ما تبالغ بمصاريفك كون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لامور مالية او استشفائية من ساعات ظهر يوم الاحد القمر بصير موجود بالعقرب حتى ساعات عصر يوم الثلاثاء فبتنشطوا في الدراسة والاتصالات والسفر فترة مناسبة للخروج في نزهة قصيرة ولتعزيز العلاقة مع اخ اوجار هاي فترة مناسبة للمفاوضات شرط التحلي بالرؤية والحكمة والموضوعية بدعوك للتكلم والتعبير عن عواطفك وتوضيح افكارك منكم ممكن يطلق حملة ترويجية او يسمع خبر صار من ساعات عصر يوم الثلاثاء القمر بصير موجود بالقوس حتى ساعات مساء يوم الخميس بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مساكنكم تجدوا تعاون من افراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي او منزلي وممكن تظهر مشكلة شخصية اهميش انك ما تتهرب من المسئولية اتجاه العائلة الاجواء عدائية ومتوترة اهميش انك تراعي وضعك الصحي من ساعات مساء يوم الخميس القمر بصير بالجدي فبتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم فترة مناسبة للنشاط الفني او لنشاط فني او لنشاط فكري هاي الفترة بتحمل اجواء سحرية ومفاجآت سعيدة بتكون نظرتك للحياة متفائلة ممكن تندم على تصرفاتك الاخيرة وتحاول ترتيب الامور او تتراجع عن قرار سابق او مصالحة فترة بناءة وايجابية جدا هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشترك المترجم في القناة